السلام عليكم يا حبايب قلبي سأشتوني كثير 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 من الفيديو يا حبايب قلبي فين تشجيع كلية نريد أن نعود كما الأول طبعا سأقول لكم ان هذه هي شقة عروسة ان شاء الله تعجبكم جدا عندها سرير غرفة النوم غريبة ان ترى الحركات على الكابتشين عروسة النهاردة هتعجبكم جدا شقة عروسة النهاردة هتستفادوا منها كتير كل تفاصيل الشقة بجد بجد هتعجبكم طبعا حبا اقول لكم لو انت اول مرة تشوفوا القناة عندي يا ريتنا وارو عائلتي الكبيرة وتشتركوا فيها وتفعلوا زرار الجرس على الكل ومستنيها طبعا كومنتاتك تحت اللي بتفرحني وكمان متنسوش بقى تشجعوني باللايك بتاعكم اللايك بتاعكم ده بيشجعني جدا جدا ان انا ازلكوا فيديوهات كتيرة وانا واعلكوا في الفيديوهات وان شاء الله تستفادوا من الفيديو جميل جدا بصوا كده بقى الكبال هي عاملها حاجة كده من شاء الله عليها اول حاجة كده زي ما انتم شايفين ده دخلت الشقة بتاعتها عندها طرقة كبيرة عاملها باللون الجري والابيض حتى كده زي نظام كنسول باللون الابيض انتم زي ما عارفين اللي هم التراكوة يعني كلهم بيتميزوا كده باللون الابيض وبيحبوا اللون الابيض زي ما انتم شايفين ده باب الشقة بتاعها دي دخلت باب الشقة حتى كده جنب باب الشقة الكنسول زي ما قلتلكم ودي طرقة طويلة بقى بتدخل على القوض التانية والمطبخ والحمام وكل ده هي طبعا عاملة الحيطة باللون الابيض ده كده تلاتة طبلو على الحيطة زي ما انتم شايفين عاملها طبعا باللون الجري لو تلاحظوا تلاقوا الاطار اللي على الطبلو هو مراية طبعا بس عاملها باللون الجري علشان يكون لايق على الشقة بتاعتها دي اول غرفة ودي غرفة الصفرة الصفرة والركنة بجد الصفرة بتاعتها جميلة جدا عايز اقولكو كمان ان الصور بتاعت الشقة كلها تتلاقوها ان شاء الله في اخر الفيديو ده كده البوفي البوفي برضو عجبني الستايل بتاعه عايز اقولكو ان هي الكنبة بتاعتها او الركنة بتاعتها كانت عاملها باللون الابيض سوري باللون البني ورجعت غيرتها باللون الابيض هتشوفوها دلوقتي وانتو طبعوا برضو وشوفوا انهي الاحسن او انهي اللون اه اه الاشيك عايز اقولكو ان العروسة بتاعتنا النهاردة بتحب الوانات الخشب عارفين انتو لما لما كون النجارة بتاعتك او الموبيلية بتاعتك بتبقى باللون الخشب هي حاجتها معظمها كده يعني لو تلاحزوا تلاقوا كده السفرة الكراسي بتاعتها خشب الرجلين بتاعت السفرة خشب بس ده يعني ده ستايلو كده اه فاهمين قصدي ازاي طبعا هي عملت الركنة باللون البني ولكن هي رجعت غيرتها وهتوريكو التغيير دلوقتي اللي هي مغيراه من اللون البني للون الابيض ده كده البوفيه عجبني الدرج اللي هو في البوفيه اللي هو برضو باللون الخشبي حلو جدا جدا حاسيتو برضو ان هو مختلف عن بقية الشقع اللي احنا شفناها قبل كده طبعا هي حطة فوزة كده على الترابيزة فوزة بسيطة هي هنا كانت بتوريكو بقى الترابيزة بتاعتها او الركنة بتاعتها لما غيرتها عملتها بللون الآبيض زي ما انتو شايفين كده احو ده برضو السفرة هي هيها ولكن عملتها زي مقتلكو باللون الابيض الركنة بتاعتها طبعا انتو شفتو الركنة في الاول وهي لونها بني ولما غيرتها عملتها بللون الابيض بقى شكلها عامل ازاي لو تلاحظوا حتى تلم اللي هي عاملها خشب برضا يعني كله خشب هتتفاجئوا برضو دلوقتي كده في قط النوم زي ما بقول لكم برضو بحاجات تانية كده. هنا غيرت الترابيزة وعملتها خشب برضو مش عارفة عرصيتنا النهاردة. بتميل الخشب. بتميل لالوانية شكل الخشب. هنا بقى دي غرفة جنب الانتري يعني غرفة مكتبة هي حطة فيها زي نظام بوفيه صغير كده او مكتبة صغيرة هي القوضة دي بس بتاعة آآ مكتبة آآ زي ما انتم شايفين عاملة طبعا مكتبة مودرن هي عبارة عن ادراج ودرجين كده في النص وحطة فيها الكمبيوتر بتاعها طبعا بقى عاملة ارفف كده وحطة فازات صغيرة آآ حابة تكسر اللون باللون البنك آآ وعجبني برضو اللون ده اوي يعني الخيلون اللي تحس الداخل اللون ابيض مع آآ آآ سوري مع الكاشمير مع اللون اللي هو الخشبي ده كده شكل الاوضة حتى برضو السجادة عملتها باللون الرصاصي وباللون آآ البنك الفاتح او الكاشمير الفاتح الاوضة دي في نفس الاوضة اللي هي بتاعة آآ آآ الاوضة اللي هي بتاعة آآ السفرة هي بتوريكوا هنا برضو ده الكورسي كانت مغيرا وحعملة كورسي تاني ده شكله كده وده شكل المكتبة من بعيد هنا بقى اول غرفة يعني غرفة النوم بصوا يعني خدوا بالكوا كده من الشباك بتاع السرير خشب يعني والله في جد اول مرة اشوف آآ كده وحتى الكومود عاملاه خشب اللي هو بتاعشق الخشب مش مش عارفة هنا بقى هي كانت غيرته وعملته عادي بقى ودهانته زي منتوا شايفين كده آآ هي غيرت الستايل بتاعه على فكرة ولكن الكومود زي ما هو عاملاه بالخشب طبعا بقى الحاجات الجميلة اللي هي حطوها على السرير آآ هنا كده دوت آآ كانت آآ بتوريكوا شكل الدولاب بتاعها عامل ازاي ده آآ دي الاوضة التانية يعني بتوريكوا شكل الدولاب بتاعها عامل ازاي آآ هي بالزبط بالزبط عاملها نفس الستايل الاوضة الاولانية هنا بقى ده المطبخ بتاعها المطبخ بتاعها سمبل جدا عجبني بردو لان حسيته هتشوفوا بقى البلكونة بتاعتها حاجة كده خرافة بجد خرافة عجبتني جدا تحسوا كده ببرونك كده في الحاجة آآ يعني هتشوف هتشوفوا دلوقتي بلاش نقطع علشان تشوفوا كل حاجة العنيها كده آآ هنا كده ده شكل المطبخ طبعا المطبخ بتاعها هادي جدا وسمبل ما فيش فيه شغل كتير طبعا بتجهز بلت ان وفرن بلت ان هو ده تقريبا اللي طالع هو ده اللي نازل موضة يعني دي السجادة شكل السجادة عاملها باللون الابيض في الاسود والبلكونة بتاعتها ان شاء الله كبيرة ده الفرن البلت ان عامل كده زي نظام آآ عارفين الترابيزة اللي هي يعمل هالك يعني لما لو انت عايزها عشان مسلا استغلال مساحات عندك آآ في المطبخ تقولي وانت بتعملي التقفيل بتاع المطبخ تقولي لو ان عايزة الترابيزة اللي هي المعلقة بتبقى آآ متعلقة في قلب الحيطة ده بقى البلكونة بتاعتها ما شاء الله عليها شوفوا بقى يعني خرب بنا ما شاء الله يعني لو تلاحظوا تلاقوا الالوان هي الزهرة الاكل آآ هي حطة في البلكونة بتاعتها التكاوي والمفرش اللي على الترابيزة والسجادة نفس لهم بعض خدوا بالكو كده يعني ما شاء الله حاجة كده ما شاء الله تفتح النفس بصراحة انا عن نفسي نفسي اروح اقعد في بلكونة زي كده آآ بصوا هي هنا كانت آآ غيرت الشكل بقى اللي كانت حطاه آآ وعملت كده اشكال تانية او فواكه تانية آآ بنفس المفرش ونفس التكاوي على فكرة آآ تقداري تعملي كده الحاجات دي موجودة آآ بتقطعي قماش وتعمليه مفرش عادي وبتجيبي منه برضو لل للتكاوي يبقى كله طاقم واحد هنا كانت بتوريكوا بقى الزهرة والحاجات الجميلة اللي هي حطاها في البلكونة هنا بقى ده شكل فطار تاني او محضرة صفرة تانية آآ ما شاء الله عليها آآ ما خلي يعني العين بصراحة يعني حاجة ده ما شاء الله تفتح النفس ده شكل الصفرة بتاعتها او الحاجة بتاعتها اللي هي حطاها على الترابيزة بتوريكوا هي ازاي بتقدم الحاجات بتاعتها هنا بقى آآ طبعا بقى الموج بتاعها النسكفي الجميل او الكوفي الجميل بجد يعني شوفوا آآ هي فنانة بجد يعني آآ عاملها ازاي الكابتشينو بدل ما اللي هو عارفين اللي هو القالب ده اللي هو اللي هو بيبقى اشكال لأ آآ هي بتعرف تعمل الاشكال بتاعت الكابتشينو من غير ما تحط مسلا اي حاجة ان هي تعمل بيها كابتشينو آآ بس كده يا حباب قلبي ده كان الفيديو بتاعي بتاعي النهاردة يا ربي يكون الفيديو يكون عجبكم جولة في شاءات عرصتنا النهاردة عجبتكم اشوفكم الفيديو بجاي واسبكم في رعاية الله وحفظه ومع السلامة اشتركوا في القناة